وبشأن موضوع اللقاحات كنت قلت لحضراتكم من كام يوم النرويج كان بتتكلم على حالات وفاة عقب طلقي لقاح فايزر وأنهم من كبار السن وبعديها بيوم طلعت النرويج قالت احنا ما قلناش نداء بسبب اللقاح لأنهم حالتهم الصحية كانت متدهورة فنفس الوقت كان في ألمانيا في عشر حالات وفاة بس ألمانيا على طول من الأول قالت أنه لسه بندرس بنشوف ده ليه علاقة باللقاح ولا برضو أن حالتهم الصحية ما كانتش في أفضل حال منظمة الصحة العالمية بقى بتتكلم في الموضوع لجنتها الفرعية لسلامة اللقاحات قالت أنها لم تعثر على ما يثبت أن تطعيم اللقاح فايزر باينتك كان سبب وفاة بعض المسنين اللي تلقوا اللقاح من فترة وقالوا أن هذا الاستنتاج من اللجنة الفرعية وأنها شاريته منظمة الصحة العالمية النهاردة كان عقب اجتماع أونلاين عقدة يوم 19 يناير وبعد الدراسة العلمية الدقيقة والمفصلة لكافة المعلومات والمعطلات حول وفيات بعض المسنين اللي تلقوا اللقاح بيقول أن هم استنتجوا أن التقارير الحالية لا تشير إلى أن زيادة غير متوقعة أو مجبوعة حصلت في معدلات الوفيات لدى الأشخاص كبار سن أو من أصحاب الوضع الصحي الهش أو إلى ظهور أي عواقب سلبية غير متوقعة بعد التطعيم يعني إيه؟ يعني بيقولوا كمان أنه حالات الوفاة اللي حصلت ديها في المعدلات الطبيعية اللي موجودة على مدار الفترة اللي فاتت السؤال اللي بيطرح نفسه هل دا كافي؟ أليس الأجدى أنه يتم إجراء فحصات لمعرفة هل سبب الوفاة كان بسبب اللقاح أو أنه اللقاح لما بيتاخد بيبقى لي بعض الأعراض الخفيفة ممكن الأعراض الخفيفة دي تبقى خطر على كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة مثلا فده اللي قالته منظمة الصحة العالمية والذي يأتي بعد يوم من إعلان بايدن أنه أمريكا الشركة الدولة اللي فيها يعني إنتاج لقاح فايزر بتعود لمنظمة الصحة العالمية ما بقولش أي حاجة يعني بحاولش ربط ولا حاجة بس يعني بقول أنه الموضوع أعتقد محتاج دراسة أكتر شكرا